من الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية تزعى مرشح الوسط مانويل ماكرون شحة الجبهة الوطنية مارين لوبان بطاقة يتأهل الجولة الثانية للانتخابات بعد أن تمكن من حصد أصوات تخولهما الدخول في هذه الجولة لوبان تقدمت على منافسها الوسطي ماكرون بعد فرز 28 مليون من الأصوات حيث حصلت على 23.6% من الأصوات في حين حصل ماكرون على 22.8% المرشح عن الحزب الاشتراكي بونو هامون قر بالهزيمة وطلب من الفرنسيين التصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية كما قر مرشح اليمين فرانسوا فيون بهزيمته داعيا أيضا إلى تصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية المرشحان الذين انتقلوا إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من الشهر القادم أعلن كل منهما بطريقته عن خطته الانتخابية حيث أشار ماكرون إلى نيته إنشاء تلاف واسع في الانتخابات البرلمانية القادمة بينما لفتت لوبان إلى أن الوقت قد حان لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية الحالية رئيس الوزراء الحالي برنار كازانوفو وزير خارجية هجان مارك إيرلوت بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق مانويل فالس دعوا الشعب الفرنسي للتصويت لماكرون ما يدل بحسب مراقبين على تأييد واسع يحظى به ماكرون يخوله الوصول إلى سدة الحكم الفرنسي بعد استكمال عملية الانتخابات بشكل كامل